اشتركوا في القناة في الفرنسية قلنا ان هناك ثلاث ازمنة تستعمل يعني في الزمن الماضي ثلاث ازمنة في الزمن الحاضر وثلاث ازمنة في زمن المستقبل تعرفنا قلنا في الحلقة الاولى على الازمنة باكملها متى تستعمل يعني متى نستعمل كل زمن في الفرنسية ايضا تعرفنا على الفعل كيف نصرفه مع الازمنة الاكثر استعمالا وايضا مع ثم على افعال مجموعة الاولى وقلنا ان افعال مجموعة الاولى كلها تصرف بنفس الطريقة يكفي ان نعرف كيف نصرف فعل واحد لنتعرف على جميع الافعال التي تنتهي في الاخير بER كيف نصرفها في هذه الازمنة ايضا قلنا ان في الفرنسية جميع الافعال التي تنتهي بER كلها تنتمي الى افعال مجموعة الاولى ما عدا لفعالي الذي رأيناه في الدرس جكوى الثالث او الرابع جكوى اذا قلنا لفعالي ينتهي في الاخير بER لكنه ليس من افعال مجموعة الاولى لذلك لا يصرف مثله مثل افعال مجموعة الاولى ايضا تعرفنا في حلقات سابقة على بعض الامتلة الله اكبر الله اكبر اذا سوف اعود اليكم من جديد اذا قلنا تعرفنا على بعض افعال المجموعة الاولى كيف تصرفوا يعني في في الازمنة الاكثر استعمالا وقلنا اننا سنرى يعني في حلقات اخرى بعض الامثلة لافعال مجموعة الاولى لان هناك بعض الاستثناءات البسيطة جدا رأيناها مثلا مع الافعال التي تنتهي في الاخير بج او اغ نضيف لها ا عندما يكون نطق بج وليس ج ايضا رأينا بعض الافعال يعني التي تنتهي في الاخير بس او اغ وقلنا اننا نضيف لها لس دي لس عندما تنتقوك والان سوف نرى يعني مثال اخر لافعال مجموعة الاولى كما ترون هو الفعل يشتري هنا كما ترون ينتهي ب او اغ اذا هو من افعال مجموعة الاولى لكن كما ترون هنا باللون الاخضر او تي يعني ان الافعال التي تنتهي في الاخير ب او تي او اغ تكون فيها بعض الاستثناءات البسيطة التي سنراها في هذه الحلقة اذا نبدأ على بركة الله نبدأ كالعادة بالازمينة الاكثر استعمالا في الماضي اذا الازمينة التي تستعمل بكثرة في الماضي هي كما تعرفنا عليها وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم جميعا اذا هنا كمان يعني يشرح هذه الازمينة اذا نبدأ كمان يشرح هذه الازمينة في الماضي كمان يشرح هذه الازمينة في الماضي لن تقول الآن كيف نصرفه مع جاش لاحظوا هنا كيف نصرفه كأي فعل من أفعال مجموعة الأولى كما ترون هنا أيضا فقط أزلنا و أضفنا الخاصة بالأفعال مجموعة الخاصة بأفعال مجموعة الأولى والتي هي كما ترون مع جميع الدمائر هنا كيف يتم تصرفه مع لمبغفة كما رأينا يعني أفعال مجموعة الأولى فقط نزيل لها ونضيف لها النهايات الخاصة بالمبغفة والتي ترونها مكتوبة الآن بالأزرق إذن كيف نقرأ هذه الأفعال أو هذا الفعل مع لمبغفة أقول وقلنا أن لن يأتي بمعنى يعني تعالى أو يأتي وإنما بمعنى لتو بمعنى لتو إذن سوف نرى هنا كيف يتم تصرف أي فعل كيف ما كان أو بمعنى فقط نأخده لنصرفه يعني 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 نضيف له ثم مباشرة بعده لنضعه يعني فقط للإشارة دائما بعد 2 يتم وضعه الانفينيتيف يعني في صغة في صغة المصدر ونقول هنا إذا لاحظتم يعني 2 أصبحت د أبوستخوف لماذا بكل بساطة لأن أ هي و أ هي عندما تلتقي يعني 2 عندما تلتقي يلتقي حرفان متحرك نحذف الأول الذي هو هنا ثم نعوضه بهذه الإشارة التي تسمى أبوستخوف سغة سغة الأمر في الحادر و لسجنكتف présent سغة الشك في الحادر إذن كيف يتم تصرف و أبوستخف فوقها هذه الإشارة التي تسمى إذن هذه تتم فقط مع الأفعال التي تنتهي في الأخير مع ب-ت-ر إذن الأفعال التي تنتهي في الأخير ب-ت-ر عندما نريد أن نصرفها أو بخزن كأي فعل من أفعال مجموعة الأولى نزيل له أر نضيف له الترميناس الخاصة ولكن مع جو لاحظو أضفنا أكسنت أجو لماذا؟ لكي نقرأ جشت لأننا إذن لم نضع أكسنت أجو سوف نقرأ جشت وطبعا لا معنى لها جشت إذن سأقول جشت تشت إل أشت أل أشت نوز أشتون هناك من يشرح المعنى شكرا لكم إذن جشت أشت تأشت أنت تشت أو أنت تشترينا إلى آخره الإمبراطيف الذي هو الأمر يعني لاحظوا كما ترون دائما الإمبراطيف يصرف فقط مع ثلاث ضمائر والتي هي تُو ونو وفو وأيضا عند تصريفه يعني الفعل عند تصريفه الإمبراطيف لا نذكر تُو ونو وفو لا تذكر فقط نقول أشت 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 نقرأ أشت وليس أشت نفس شيء كما سترون هنا لسبجنكتف présent يعني سيغة تشك في الحادر سترون هنا أننا أضفنا لأكسن غغاف لماذا لكي نقرأ أشت وليس أشت أشت كي نقرأ أشت كي نقرأ أشت 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 كي نقرأ أشت كي نقرأ أشت كي نقرأ إذن لحظو هنا لم نضيف لنضيف لنضيف أشت مثل هو مثل لنظيف كما ترون فقط أضفنا أشت مع ج و ت و إل و إل du pluriel نفس شيء بالنسبال لنسبالي لنسبالي إلا أن لنفرق بين le subjunctive présent هو مع نو و لأن نو نكتب هنا فقط في الأخير ONS و EZ أما هنا ف IONS و IEZ إذن هذا هو الفرق بين le présent و le subjunctive présent نقرأ قلنا كي نو أشت كي نو أشت كي نو أشت دكار الآن سوف نرى الأزمين الأكثر استعمالا في المستقبل هو أن عندما نستعمل يعني أنني أقصد به اليقين أما عندما نستعمل فهنا أقصد به الشك دكار يعني ليس يقينا المهم لمن أراد أن يتعرف على كل هذه الأمور مثلا استعمل كل زمن ولماذا فقط يشاهد الدرس الأول من هذه السلسلة سأترك لكم يعني الرابط في صندوق الوصف إن شاء الله إذن قلنا هنا كيف نقول نقول لاحظوا إذن أضفنا أقصد لكي نقرأ كما أقول لكم دائما يعني عندما نريد أن نصرف فعل من أفعال مجموعة الأولى أو فتر سمبل فقط نزيل أر ثم نضيف لترميناس الخاصة بالفتر سمبل إلا أنه مع الأفعال التي تنتهي بأت أر لابود دامن إذا فات لكسن غراف مع ج مع ت مع إل مع نو مع نو مع إل du pluriel عندما نريد أن نصرف أو فتر سمبل ونقرأو جَشَتَرَي تُشَتَرَا إِلَ أَشَتَرَا نوز أَشَتَرَن ووز أَشَتَرَي إِلز أَشَتَرَن نفس شيء مع لكسن نزيل لأر ثم نضيف لترميناس الخاصة بالكسن لأر عفوان لم أنتبه لما كنت أقول لنزيل يعني بالنسبة لأر لأر نترك الفعل بأكمله ثم فقط نضيف لأقصن مع جميع الضمائر سواء بالنسبة لفتر سمبل أو كوندي سونل présent إذن لم أنتبه للأمر لاحظوا معي أقرأو جَشَتَرَي تُشَتَرَي إِلَ أَشَتَرَي نوز أَشَتَرِي ووز أَشَتَرِي إِلزَ أَشَتَرِي بالنسبة لفتر بروش كأي فعل يعني ليس فقط أفعل مجموعة الأولى أي فعل كيفما كان يصرف بهذه الطريقة فقط نأخذ الفعل ألي نصرفه أو بخزن ثم نضيف الفعل الذي نريد تصرفه معه مباشرة على في سغة المصدر ونقرأ جَوْ أَشْتَرِ يعني سوف أَشْتَرِ تُوْ أَشْتَرِ إِلْ وَاَشْتَرِ نُوز أَشْتَرِ هنا سوف نتعرف فقط كيف يتم تصرف أي فعل من الأفعال في الفرنسية مع لفتر بروش إذن فقط نقوم بتصرف البرب ألي أو بخزن ثم نضيف له مباشرة البرب الانفيني يعني في سغة المصدر كما سترون هنا جَوْ أَشْتَرِ فقط ملاحظة البرب ألي هنا لا يعني يذهب وإنما هنا بمعنى سوف فقط إذن سوف أشتري سوف تشتري أو سوف تشتري سوف يشتري إلى آخره إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى